موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة والتي نتناول اليوم من خلالها موضوعا من موضوعات الإملاء العربي وهو همزة الوصل فما المقصود بهمزة الوصل وما المواضع التي ترسم فيها الهمزة همزة وصل هذه الأسئلة وغيرها سنتناولها في درسنا اليوم هيا بنا موسيقى أعزاء الطلاب قبل أن نبدأ درسنا هيا بنا لنتذكر بعض المعلومات السابقة فقد تعلمنا في حلقات سابقة أنواع الهمزة وقلنا إن الهمزة تنقسم إلى ثلاثة أنواع همزة أولية وهمزة متوسطة وهمزة متطرفة والهمزة الأولية SARAH هي 타κ paling yan لازلاتة تقع في أول الكلمة أما الهمزة المتوسطة فهي الهمزة التي تقع في وسط الكلمة والهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تقع في آخر الكلمة وقلنا أيضا إن الهمزة الأولية تنقسم إلى قسمين هما همزة الوصل وهمزة القطع وتعرفنا أيضا على همزة القطع وقلنا إن همزة القطع هي همزة تكتب وتلفظ أينما وجدت وتعرفنا أيضا على همزة الوصل وقلنا إن همزة الوصل هي ألف تكتب لكنها تلفظ في أول الكلام ولا تلفظ في أثنائه فإذا ما مواضع كتابة همزة الوصل لنرى ذلك أولا مواضع همزة الوصل في الأفعال اقرأ عزيز الطالب الجملة التالية حرص التلميذ على أداء واجباته اجعل هذه الجملة للأمر سنقول احرص على أداء واجباتك انظر عزيز الطالب إلى الفعل احرص تلاحظ أن الهمزة في الفعل احرص حمزة وصل فلماذا؟ لنرى ذلك الفعل نوعه عدد حروفه في الماضي والسبب الفعل احرص نوعه ما نوع الفعل من حيث الزمن؟ فعل أمر عدد حروفه في الماضي ما الفعل الماضي من فعل الأمر؟ احرص الماضي حرص يتكون من ثلاثة أحرف إذن السبب فعل وهذا الفعل فعل أمر ماضيه ثلاثي إذن نستنتج تكتب الهمزة همزة وصل في أمر الفعل الثلاثي مثل اسمع اكتب اجلس اعمل ازرع افهم أفعال ثلاثية بدأت بهمزة وصل أمر الفعل الثلاثي إذن نستنتج من مواضع همزة الوصل في الأفعال أمر الفعل الثلاثي انظر عزيز الطالب إلى الجملة التالية افتخر الطلاب بتفوق مدرستهم وعند الأمر سنقول افتخر بتفوق مدرستك انظر عزيز الطالب إلى الفعلين افتخر وافتخر تلاحظ أن الهمزة في الفعلين وقعت همزة وصل فلماذا؟ لنرى ذلك الفعل نوعه عدد حروفه في الماضي وسبب كتابة الهمزة همزة وصل في الفعل الفعل افتخر نوعه فعل ماضي عدد حروفه في الماضي الفعل افتخر يتكون من خمسة احرف اذا لماذا رسمت الهمزة همزة وصل في الفعل افتخر فعل وهذا الفعل فعل ماض يتكون من خمسة احرف اذا فعل ماض خماسي لنرى الفعل التالي افتخر نوعه فعل امر عدد حروفه في الماضي الماضي منه افتخر والماضي يتكون من خمسة احرف اذا السبب فعل وهذا الفعل فعل امر ماضيه خماسي اذا ماذا نستنتج نستنتج تكتب الهمزة همزة وصل في ماض الافعال الخماسية وامرها كقولنا اعتذر فعل ماضي خماسي عند الامر اعتذر امر الماضي الخماسي الهمزة همزة وصل استمع وعند الامر استمع اجتهد فعل ماضي خماسي عند الامر اجتهد امر الماضي الخماسي اعتمر في الامر اعتمر اكتمل عند الامر اكتمل واخيرا استند عند الامر سنقول استند اذا الهمزة في ماضي الافعال الخماسية وامرها همزة وصل نستنتج ما يلي من مواضع همزة الوصل في الافعال ماضي الافعال الخماسية وامرها انظر عزيز الطالب الى الجملة التالية استشهد الطالب بابيات النص عند الامر ستقول استشهد بابيات النص انظر عزيز الطالب الى الفعلين استشهد واستشهد تلاحظ ان الهمزة في هذين الفعلين وقعت همزة وصل فلماذا لنرى ذلك الفعل نوعه عدد حروفه في الماضي وسبب كتابة الهمزة همزة وصل في الفعل الفعل استشهد نوعه فعل ماض عدد حروفه في الماضي الفعل استشهد يتكون من ستة احرف اذا السبب فعل وهذا الفعل فعل ماض سداسي اذا تكتب الهمزة همزة وصل في ماض الفعل السداسي لنرى لنرى الفعل التالي استشهد نوعه فعل امر عدد حروفه في الماضي الماضي منه استشهد والماضي والماضي يتكون من ستة احرف اذا ما سبب كتابة الهمزة همزة وصل في الفعل استشهد اولا فعل وهذا الفعل فعل امر ماضيه سداسي اذا امر الفعل السداسي ماذا نستنتج نستنتج تكتب الهمزة همزة وصل في ماضي الافعال السداسية وامرها مثل استخرج فعل ماضي سداسي عند الامر استخرج امر الماضي السداسي الهمزة همزة وصل استفهم فعل ماضي سداسي استفهم امر الماضي السداسي استنتج وعند الامر استنتج استخدم فعل ماضي سداسي وعند الامر استخدم استيقظ عند الامر استيقظ استغفر وعند الامر استغفر اذا نستنتج ما يلي من مواضع همزة الوصل في الافعال ماضي الافعال السداسية وامرها هيا بنا هيا بنا اعزاء الطلاب مع هذا التدريب هاتي فعل الامر من الافعال التالية الفعل المضارع وهنا فعل الامر يكتب الامر منه اكتب امر الماضي الثلاثي الهمزة همزة وصل يستقبل الامر استقبل امر الماضي السداسي الهمزة همزة وصل يقترب الامر اخترب امر الماضي الخماسي الهمزة همزة وصل اعزاء الطلاب تعرفنا على مواضع همزة الوصل في الافعال هيا بنا مع مواضع همزة الوصل في الاسماء لنرى ذلك انظر عزيز الطالب الى الجمل التالية اثنان اعتز بهما وطني وعروبتي الجملة التالية ابن الوطني حريص على اعلى اسمه الجملة التالية ان امرأة مثل الخنساء تدعو الى الفخر انظر عزيز الطالب الى الاسماء التالية اثنان ابن اسم امرأة ماذا تلاحظ تلاحظ ان الهمزة في هذه الاسماء همزة وصل فلماذا لنرى ذلك الجملة الاولى اثنان اعتز بهما وطني وعروبتي الاسم اثنان نوع الهمزة كما نلاحظ همزة وصل لماذا لماذا رسمت الهمزة همزة وصل في اثنان السبب من الاسماء المشهورة اعزاء الطلاب هناك اسماء مشهورة ترسم الهمزة فيها همزة وصل كقولنا اثنان وايضا الجملة التالية ابن الوطني حريص على اعلى اسمه انظر عزيز الطالب الى الاسمين ابن و اسم الهمزة في هذين الاسمين همزة وصل لماذا من الاسماء المشهورة ايضا ان امرأة مثل الخنساء تدعو الى الفخر الاسم امرأة نوع الهمزة همزة وصل السبب امرأة من الاسماء المشهورة اذا ماذا نستنتج نستنتج ما يلي من مواضع همزة الوصل في الاسماء الاسماء المشهورة ومن الاسماء المشهورة اسم ابن ابنة اثنان اثنتان امرأ وامرأ وهناك اسماء اخرى اعزائي الطلاب بعد ان تعرفنا على مواضع همزة الوصل في الافعال ومواضع همزة الوصل في الاسماء هيا بنا مع التدريبات ولكن بعد الفاصل اعزائي الطلاب كنا قبل الفاصل توقفنا عند التدريبات لنرى ذلك علل كتابة همزة الوصل في الكلمات التي تحتها خط فيما يلي الجملة الاولى اتخذ من الكتاب صديقا الفعل اتخذ الهمزة همزة وصل فلماذا اتخذ فعل وهذا الفعل فعل امر ما الماضي من فعل الامر اتخذ الماضي منه اتخذ والماضي اعزائي الطلاب يتكون من خمسة احرف اذا فعل امر ماضيه خماس اذا رسمت الهمزة في الفعل اتخذ همزة وصل بسبب امر الفعل الخماس الجملة التالية اعلم ان اسم الانسان مقرون بعمله اعلم ما نوع الفعل فعل فعل امر ما الماضي من فعل الامر اعلم الماضي منه علمة والماضي اعزائي الطلاب يتكون من ثلاثة احرف اذا فعل فعل امر ماضيه ثلاث اذا اعلم الهمزة همزة وصل السبب امر الفعل الثلاث اعزاء الطلاب هناك كلمة اخرى الهمزة فيها همزة وصل هي اسم لماذا رسمت الهمزة همزة وصل في كلمة اسم اسم من الاسماء المشهورة وكما اتفقنا فان الهمزة في الاسماء المشهورة همزة وصل اكمل الفراغ بالهمزة المناسبة في كل مما يأتي الجملة الاولى اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية اكتشف الهمزة همزة وصل لماذا انظر عزيز الطالب اكتشف فعل ماضي خماسي وكما اتفقنا الفعل الماضي الخماسي همزة همزة وصل الكلمة التالية ابن الهمزة فيها همزة وصل ابن من الاسماء المشهورة والاسماء المشهورة همزتها همزة وصل الجملة التالية نقدر همزة وصل التي ادهشت واعجبت الجميع انظر عزيز الطالب الى الكلمات التالية انطلق الى احدى اول استوقف ادهش اعجب الهمزة همزة اولية رسمت همزة وصل ورسمت همزة قطع لنحدد الكلمات الكلمة نوع همزتها السبب الكلمة انطلق الهمزة همزة وصل السبب انطلق فعل ماض خماس الكلمة الى نوع همزتها همزة قطع السبب الى من الحروف فهي حرف جر احدى نوع همزتها همزة قطع احدى من الاسماء وكما اتفقنا فإن جميع الاسماء ترسم الهمزة فيها همزة قطع ما عدا الاسماء المشهورة فترسم الهمزة فيها همزة وصل الكلمة التالية اول الهمزة همزة قطع السبب اول من الاسماء الكلمة استوقف نوع الهمزة همزة وصل السبب استوقف فعل ماض سداس الكلمة ادهش نوع الهمزة همزة قطع لماذا ادهش فعل ماض رباعي الكلمة التالية اعجب الهمزة همزة قطع السبب اعجب فعل ماض رباعي اختر الاجابة الصحيحة امرؤ القيس شاعر جاهلي الكلمة الصحيحة لملء الفراغ هي ها هي الكلمات امامك الكلمة الصحيحة امرؤ الكلمة الاولى لماذا امرؤ من الاسماء المشهورة والاسماء المشهورة همزتها همزة وصلا الجملة التالية موسم حصاد القمح الكلمة الصحيحة لملء الفراغ هي ها هي الكلمات امامك انتهى موسم حصاد القمح الكلمة الصحيحة هي الكلمة الاخيرة لماذا انتهى فعل ماض خماسي والافعال الماضية الخماسية همزتها همزة وصلا الجملة التالية الكلمة الخطأ املائيا من بين الكلمات التالية هي ها هي الكلمات امامك اين الكلمة الخطأ املائيا الكلمة الخطأ املائيا هي استخرج لماذا ابتكر فعل ماض خماسي الهمزة همزة وصل استخرج فعل ماض سداسي فالهمزة ستكون همزة وصل اثنتان من الأسماء المشهورة والأسماء المشهورة همزتها همزة وصل صحح الأخطاء الإملائية في الجمل التالية مع ذكر السبب الجملة الأولى استمسك بصديق الخير أين الخطأ أعزاء الطلاب؟ الخطأ الإملائي في قولنا استمسك ها هي كتابتها السليمة لماذا؟ استمسك أمر الماضي السداسي الماضي منه استمسك فتكتب الهمزة همزة وصل في ماض الأفعال السداسية وأمرها الجملة التالية أعطى المعلم المجتهد جائزة الخطأ في كلمة أعطى والكتابة السليمة كالتالي لماذا؟ أعطى فعل ماضي رباعي والفعل الماضي الرباعي همزته همزة قطعي الجملة التالية استمع للنصيحة استمع للنصيحة الخطأ الإملائي في كلمة استمع وكتابتها السليمة كالتالي لماذا؟ استمع أمر الماضي الخماسي همزته همزة وصلة الماضي منه استمع عزيز الطالب تذكر ما تعلمناه اليوم أولا همزة الوصل ألف تكتب لكنها تلفظ في أول الكلام ولا تلفظ في أثنائه من مواضع همزة الوصل في الأفعال أمر الفعل الثلاثي ماضي الأفعال الخماسية وأمرها ماضي الأفعال السداسية وأمرها من مواضع همزة الوصل في الأسماء الأسماء المشهورة ومن الأسماء المشهورة اسم ابن ابنة اثنان اثنتان امرأ وامرأة إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا أرجو أن تكون الفائدة قد عمت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة